وقت صغير جداً وبعتذر عن كده إذن بعض الأسئلة اللي جات لنا هل الحيوانات ناقلة للفيروس ولا لا؟ هو طبعاً يعني المعروف أن البداية الفيروس هو انتقل من الحيوانات الإنسان زونوتيكس يعني طبعاً في بعض المشاهدات أن في حد عدا الكلب الأليف بتاعه لو ريفيرس واخبالك زونوتيكس لكن ما نقدرش نقول دلوقتي نحن لسه نكلم على موضوع فيروس جديد بقاله ثلاث شهور لم تتأكد المعروف لسه لغاية المشاهدات دي لغاية ما تفضل العدد معين إحصائي نظر نتكلم فيه هل صحيح أنه يوجد بعض الأشياء طبيعية أو غير طبيعية تأخذ لتقوية المناعة؟ المناعة الحقيقة ما هيش حاجة يعني عايزين نعليها أو نكبرها أو نقويها المعنى ده الحقيقة معنى سازق جداً على المناعة لأنه المناعة هي مجموعة حاجات ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا علشان تحمينا من الخارج ومن الداخل من الخارج عشان تمنع اختراق الميكروبات والفيروسات والفطريات والحاجات زي كده أنها تدخل جسمنا ومن الداخل علشان تمنع وجود أورام أو وجود خلايا غير مرغوب فيها في جسمنا والنظام المناعي اللي موجود عندنا المفروض أنه هو بيقوم بهذه الوظيفة باتصاله كمان مع كل أجهزة الجسم وبالتالي من السزاجة الحقيقة أننا نتكلم على حاجات بسيطة ممكن تزاود المناع وحتى وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية قامت بالرد ببساطة على كل الكلام ده أنه لا كميات كبيرة من فيتامين سي ولا التوم ولا أن الواحد يرش نفسه بكحل خطب الجمهور بقى هو